البطولة دي الجميع يتحدث أنها كيات واحدة من أصعب وربما أغرب هذه البطولات توديع كبير وكثير للفرق الكبيرة والمنتخبات العريقة في القرى الأفريقية منتخبات أصغر على مستوى التاريخ تحقق أرقام وإنجازات مهمة خلال هذه البطولة تحليلك البطولة بشكل عام ومفاجئات المنتخبات حديثة العقدة أو لتاريخها مش كبير في القرى الأفريقية أنها تقدم مباراة كبيرة ومنهم حتى منتخب غينية الاستوائية لقدر يحقق قدامكم نتيجة كبيرة نعم إنها كانت جميلة جدا وقوية جدا وشاهدنا فيها الكثير من الأهداف الجميلة ووضعت الفرق الكبيرة فيها في مواقف صعبة كما تفضلت وقلت عن فريق الكوتيفور وهذا هو سر جمال هذه الكان الصعبات التي واجهتها الفرق الكبيرة كان من الرائع أن نرى تلك الفرق التي يطلق علي فرق صغيرة تشهد هذا التطور الكبير الآن ما قولت أنه لم يعد هناك فريق صغير في أفريقيا أصبحت حقيقة وقع من خلال هذه الكان وهذا هو ما منحها الكثير من الجمال والقوة والإثارة أي من المنتخبات الكبيرة في رأيك كان مفاجأة بالنسبة لك خروجه من كاسلون الأفريقية مبكرة؟ لم يعد هناك مفاجآت في الكان كما قلت ولكن أعرى أن المفاجأة الكبيرة في هذه كان لا مفاجأة أكبر من خسارة الكوتيفور أمام غينيا الاستوئية بأربعة أهداف للا شيء هذه هي المفاجأة الكبرى بغض النظر عن خروج هذا الفريق أو ذاك لأنه في كل الأحوال كنا سوف نرى بطلا واحدا المفاجأة الثانية من وجهة نظري هي فوز موريتانيا على الجزائر وخروج الجزائر بهذا الشكل من دور المجموعات ترجمة نانسي قنقر